المواد الموصلة مثل كوندكتور المواد الموصلة المعدنية فإذا نرجع إلى تعريف الانيرجي قاب اللي هي تحددين النوعية المادة فنسمع الانيرجي قاب بينما الانيرجي قاب بين حزمة التوصيل وحزمة التكافئ بينما الانيرجي قاب مثل ما موضح بهذا الشكل الانيرجي والسيمي كوندكتور فنفس ما نعرف انه بالكوندكتور حاملات الشحنة تكون هي الالكترونز نفس ما واضح هنا في الفوس مسلط عليها اكيد راح تكون حسب قانون كولومز لو انه ماينس اي في الالكتك فيلد نعم فدائما تكون تتحرك هاي الكترونات بتأثير المجال الكهربائي فمن الملاحظ انه او سرعة الازاحة للالكترونات تتناسب مع الالكتك فيلد عن طريق مؤامل نسميه مؤامل شنو الموبوليتي اللي ميو اي مع الالكترونات طبعا هذا المؤامل يعتمد على نوعية نوعية المادة اذا كانت مثل المنيوم الى .0012 واذا كبر اكيد راح تكون اعلى من المنيوم والسلفر ايضا يكون اعلى من المنيوم والكبر بهذا الشكل فاذا كما زيد توصية المادة كما الموبوليتي مالته يزيد والدريفت فيلوسيتي يزيد عن طريق هاي القانون انه الدريفت فيلوسيتي يساونا مينوس ميو اي في الالكتك فيلد طبعا ذاكلك هنا انه ميو اي از بوزيتف بوزيتف اه فشنو راح يكون عندك هنا راح يكون سرعة الازاحة تكون معاكسة للالكتك فيلد لان ناس ما اتفقنا اذا الالكتك فيلد بهذا الاتجاه الالكترونات راح تكون حركتها وين بالاتجاه المعاكس هاي كأنما سرعة الالكترونات راح تكون بالاتجاه المعاكس لالكتك فيلد اوكي اه بالاضافة اذا ان اوض انه جي واهي اه بالقانون رو في في اليو شنو راح يصير عندك جي ربا وعين ماينوس اه رو اي في الميو اي في الالكتك فيلد لسالة رو اي لان احنا قاعد نتحدث عن الكترونات اوكي في يصير بهذا الشكل هاي الحد هنا اه نسميه عبارة عن شنو الكوندكتيبتي اوف ماتريول اللي هي رو اي في الميو اي فكأنما صارت عندك علاقة بتوين الكوندينسيتي والالكتك فيه جدا مهمة بالنسبة الكوندكتر اللي هو الجي يساوي انه سيقما في ال اي ودائما تكون السيقما شنو اه موجبة افكورس اوكي فهنا لو تشوف الكوندكتيبتي لبعض المواد مثل المينيوم تكون بهذه القيمة تكون عالية اضافة الكبر تكون اعلى من المينيوم واكيد السلو يكون اه اعلى من المينيوم والكبر طبعا نسمي هذا القانون اللي هو الجي ساونا سيقما في ال اي اه بالبوينت فومز اوف اومز لور شكل النقاطي لل اومز لور لانه هو اذا كنا اه اه بالتياب والفولتية والمقاومة فالجي اللي يتمثل اه التياب والاي اللي يمثل الفولتية والسيقما يمثل المقاومة اوكي فهي سهلانة ذاكرة لك انه اذا ماذا نشتقل مقاومة اعتمادة على القوانين اللي اللي اتطرقنا له اذا كان الفيل نون يونفورم فراح اكتب انه او يساونا بي اي بي على الاي اللي هو فوق الجهد على الموصل على التيار اللي مربي والبوتينشل اللي هو اي دوت دي او رعب وضع والاي جي دوت دي اس والجي اباعا سيقما في الاي فبهذا الشكل بس اذا كان يونفورم فاكيد يطلع خارجي التكامل ويختصر البسط والمقام براح يبقى عندك القانون بهذا الشكل الهو دي ار على السجما في الدي اس اللي هو اللي نتذكر احنا اللي هو ال ا يساونا اي ار على السجما في ال اس بهذا الشكل فهنا ذاكر انه نقدر نشتق من هذا البوينت فوم اللي هو القانون الرئيسي الله الو اذا يبدي انه هنا يشتقل اي انه جاي في الاس والفي اي بي اللي لهاي السلندر اللي هو اي دوت اي اي بي اللي هو طول السلندر بهذا الشكل. نعم. اوكي. فبعدين فيطلع له في اي بي يساونا في الار. فبما انه جاي يساونا اي على الاس اللي يساونا ايضا يساونا السيجما في الار في مباشرة اه الاي عوض عنها في على الار. في راح يطلع لي الفي يساونا ايضا على السيجما في الاس في الاي. بما معنى انه هذا. هذا ما هو الا الوزستنس. فعوض هنا في ساونا ا في الاي اللي هو الامزلو. وير شنو الار يساونا ايضا على السيجما في الاس. واضح. فاذا من هاي الفقرة نتعلمنا القانون الرئيسي. اللي هو الجاي. يساونا السيجما في الاي. والسيجما اللي هي ماينس رو اي في الميو اي. اللي هي الميو اي اللي موبالتي. والرو اي اللي هي كثافة الشحنة الحجمية للالكترونات. اشتركوا في القناة.